ما أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها معلم اللغة العربية حتى ينجح في إعداد خطة درسه إعداداً صحيحاً يتفق مع ما ورد في الأدب الطربوي ويتناسب مع المعايير التي وضعها الخبراء في هذا الشأن؟ هذه المهارات تشمل أولاً يجب أن يكون معلم اللغة العربية قادراً على صياغة أهداف التعلم صياغة صحيحة ثانياً يجب أن يكون قادراً على اختيار استراتيجية التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف والملائمة لمستوى المتعلمين والمتفقة مع طبيعة الموضوعات الواردة في الدرس والتي تتوافر لها إمكانات التنفيذ داخل المدرسة ثالثاً معلم اللغة العربية لكي ينجح في بناء خطة درسه لا بد أن يمتلك مهارة القدرة على تحديد خبرات التلاميذ السابقة لأن هذه الخبرات هي الأساس الذي سوف يبني عليه المعلم الخبرات الجديدة هي الأرض التي سوف يزرع فيها بذور الدرس الجديد لا بد إذن من تحديد خبرات التلاميذ السابقة تحديداً دقيقاً المهارة الرابعة يجب على المعلم تحديد المواد والأجهزة التعليمية المتاحة للتدريس أما المهارة الخامسة فهي المهارة المتعلقة بالقدرة على تحليل محتوى الدرس لتحديد محتوى التعلم وصياغة أهدافه هذه هي المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها معلم اللغة العربية حتى ينجح في بناء خطة درسه بناء صحيحاً سليماً ترجمة نانسي قنقر